موسيقى الداخلية أيضا بعض القاطرات تتمناطق الداخلية والهضب العليا الشرقية ما بنسبة للجنوب الكبير فيبقى الصفايهم الصحراء الوسطى منطقات بشار حتى المنطقات تندوف بينما نرتقي بسماء ملبدة بصحبنا والعالي والمتوسط على شمال الصحراء على مرتفعات الهوغر والتاسيلي منطقة إليزي وأقصى الجنوب الجزائري بينما مشاهدين خلال الظاهرة إن شاء الله تزداد الصحب كثافتان خاصة من شرق العاصمة حتى المناطق الشمالية الشرقية للبلاد أيضا السحب تكون متبوعة ببعض القاطرات تكون أكثر فعالية الأمطار على المناطق الداخلية الشرقية للبلاد أيضا بعض السحب العابرة تكون في بعض الأحيان كثيفة على المناطق الداخلية الغربية أيضا المناطق الشمالية الغربية بعد السحب بين النوع العالي والمتوسط هم شمال الصحراء ومنطقة الواحد لتبقى سماء ملبدة في كل من منطقات عين أميناس مرتفعات الهوغر والتاسيلي وأقصى الجنوب الجزيري هذا المتبوعة بزوابع رملية موسمية تنشط على جنوب منطقة الواحد على وسط الصحراء وعلى أقصى الجنوب يبقى الصفاء يهم كل من الصحراء الوسطى كل مناطق الجنوب الغربي كمنطقة بشربن عباس حتى المنطقة تيدوف وشهدنا نجوز درجات الحرارة المنتظر خلال هذه الليلة وفي صباحة نهار الغد بحول الله 13 درجة إلى 14 درجة على كل المناطق الساحلية للبلاد 11 درجة على قسنطينة زيوزو والبورة وعلى كل المدن الداخلية الشرقية 12 درجة على سعيدة شلف معسكر وأيضا على سيدي بالعباس من 9 إلى 10 درجات على كل مدن الهضاب العلي 24 درجة على الصحراء الوسطى كأدرار تميم ونعين صلى حتى الرقان نفس المقياس على إليزي أيضا على جانات 22 على تامنرسات 20 درجة في كل من بشار وأيضا على غردية بينما 21 على حاسم سعود ورقلة وأيضا على حاسي بركين 23 درجة في تندوف و24 درجة على أقصى الجنوب الجزائري خلال الظاهرة إن شاء الله مشاهدين تبقى درجات الحرارة في المعدل الفصلية 23 درجة على بجاية عنا باسكيك دا والقالات 23 درجة في كل من العاصمة شرشالتي بازا حتى الوهران مستغانم وبنيصاف 27 درجة على المناطق الداخلية الغربية 21 درجة على تيزيوزو والبورة من 25 إلى 26 درجة 23 درجة على الهضاب العليا على صطيف باتنا باريكا خنشلة أيضا على سوق هراس نعامة واعين صفرة 33 درجة على غردية بينما 37 درجة على حاسم سعود ورقلة وحاسي بركين 41 درجة على منطقات إليزيو 40 على الصحراء الوسطى أدرار تميمون عيسى وأيضا على رقين 34 درجة في كل من بني عباس أيضا على تين دوف وأيضا على الثامن راسات 230 على جانات نسجل 33 على غردية و43 درجة كأعلى مقياس على أقصى الجانب تمياوين تين زواطين وبرج بجيب أختار فيما يخص الملحة والصيد البحري لغدا إن شاء الله إذن في البحر سيكون إن شاء الله من جميل إلى محليا قليل الإطراب هذا على كل السواحل الجزائرية رياح تأتينا غربيا تماما على السواحل الشرقية وشمالية غربية على السواحل الوسطى بينما تأتينا إن شاء الله جنوبية غربية هذا على كل السواحل الغربية للبلاد ستروح سرعةها من العشرين حتى 30 كيلومتر في الساعة على كل السواحل الجزائرية مشاهدينا كالعادة نختم نشارة الجوية بالمعلومات الفلكية لنهار الغد بحول الله لشرق غروب الشمس اليوم الثلاثة 27 ماي 2014 شرق الشمس سيكون إن شاء الله على الخامسة و33 دقيقة ما بالنسبة للغروب فعلى الساعة السابعة والسبعة وخمسون دقيقة هذا على العاصمة وضواحيها والمواقع الإلكترونية تبقى دايما في الخدمة للمزيد من الاستفسارات أو لأي معلومات فيما يخص البيئة وحتى الجو بهذا وصلنا إلى ختم هذه النشرة ومسيتكم طيبة وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر